سلام عليكم بما صبرتم وذاكرتم واجتهدتم فنعم عقبى نجاحكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم يحاوركم مستر عبد الرحمن نجيب معلم البيولوجيا والأحياء طلاب الصف الثاني الثانوي مرحبا بكم بإذن الله النهاردة نتكلم في الدرس الأول في الترمية الثانية من عملية الإخراج ولكن قبل أن نبدأ نرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم وأن ينفع بنا ونقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله ويعني إخراج مستر بيقوله الله تعريف الإخراج هو عملية حيوية يتخلص بها الكائن الحي من الفضلات الناتجة عن العمليات الحيوية اللي هي نواتج التمثيل الغذائي الضر وما يصاحبها من أنشطة كيميائية يعني عملية حيوية بيقوله الله أن جسم الكائن الحي بيعمل مجموعة عمليات أنت دلوقتي كجسم كائن حي بتتنفس بتاكل بتشرب بتهدم بتتقاصر بتعمل عملية إخراج فبالتالي دي كلها عملية إيه عملية حيوية يبقى يعرفني عن إيه عملية حيوية إلي هي العمليات التي يكون بها إيه جسم الكائن الحي يبقى هي عملية حيوية يتخلص بها الكائن الحي يبقى الهدف من العملية دي اللي هو التخلص تخلص من إيه الفضلات الناتجة عن العمليات الحيوية يعني فضلات الفضل في اللغة العربية معنى الزيادة ويعني إيه برضو الزيادة أنا عندي المواد حاجتين فيه مواد في جسمك جسمك بيبقى محتاجها فدي اللي هو اسمها حاجات الجسم وفي مواد جسمك بيبقى مش محتاجها مواد هي مفيدة اه ممكن تبقى ضرة ومفيدة في نفس الوقت ولكن جسمك مش محتاجها فجسمك بيعمل ايه جسمك بيتردها بيتخلص منها فيما يسمع بنت الاخرار فلو انت مثلا شربت كوبات مية جسمك محتاج خمسين ميلي مية ميلي لتر عايز خمسين ميلي مية فانت شربت مية فجسمك ياخد الخمسين والخمسين التانية جسمك اعمل ايه تخلص منها على هيئة فضلات. فديك فهمة عن الفضلات. فالفضلات بقول ايه? بيقوله عملية حيوية. يتخلص بها الك juego. من الفضلات الناتجة. طيب الفضلات دي بقى بتيجي منين؟ بتيجي بقولي الناتجة عن العمليات الحيوية. وما يصاحبها من انشطة ايه؟ كيميائية. يبقى المصدر الفضلات اللي بيجي في جسمك ده. اللي هو مين اللي هو الانشطة الكيميائية اللي هي التفاعلات الكيميائية اه حاليا بيحصل في جسمك في الثانية الواحدة اكتر من الف تفاعل كيميائي وحضرتك مش حسس بيهم. فده يعني ده من رحمة ربنا ان الانسان لا يعي ولا يسمع هذه التفاعلات عشان ما كناش هنقدر نعيش يعني. يبقى دي الفضلات بيبقى ناتجة من الانشطة الكيميائية. وتاني حاجة ايه العمليات الحيوية? عمليات حيوية زي التنفس. عملية التنفس انت بتتنفس اكسوزين وبتطلع سينوكسيد الكربون. فبالتالي هنا العملية التنفس بيانتج عنها ايه? او التنفس الخلية بيانتج عنه فضلات. الفضلات اللي بتنتج عن التنفس الخلوي اللي هو سينوكسيد الكربون بتروح للرقتين تقدر انك تخلص منها عن طريق عملية مين? التنفس. يبقى انت كده عشان بس تبقى عارف ان جسمك لما بيهضم لما انت بتاكل جسمك بيهضم الاكل. اه فيه اكل بيتهضم واكل ما بيتهضمش. الاكل اللي بيتهضم ده بيروح الامعاء. بيكمل هضم وبيمتص فيها. وبعد كده ايه? مش كله بيمتص. جسمك بياخد اللي هو محتاجه والباقي بيوترده على هيئة فضلات. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ايه? علمنا ان الواحد يأكل على على قدر ما يحتاج. اه يعني لكن ما تاكلش الحد ما تشبع. ده غلط. اه لو انت عشان كده برضو نقسم الاكل بتاعنا سلوس لطعامك وسلوس لشرابك وسلوس ايه? وسلوس لنفسك. طيب. ايه الاخراج في الحيوان? احنا دلوه تعرفني عني اخراج? هنشوف بقى ايه هي المواد اللي احنا بنخرجها. فبيقول لي انه اصلا عشان اقول على الاخراج ده اخراج بالمعنى العلمي لازم ان هو يعدي على حاجة اسمها الغشاء البلازمي. يعني ايه الغشاء البلازمي? الغشاء البلازم ده المكان اللي بيخرج مكان موجود في في الاعضاء بيخرج منه بيخرج منه الفضلات. يبقى شرط علشان اقدر اقول على حاجة اللي تخرج من جسم ده اخراج بالمعنى الحرفي او اخرج بالمعنى العلمي لازم ان هي تخرج عن طريق مين الاغشية البلازمية عندما تغادر مين عندما تغادر الجسم طيب لو مخرجش من الاغشية البلازمية لا يبقى دي مش دي مش اخرج بالمعنى العلمي طيب مين بقى اللي بيخرج من الاغشية البلازمية واقدر اقول عليه فضالة بالمعنى بالمعنى العلمي بيقول المياه وساني اكسل الكربون الووتر والكربون داكسايد دول جايين منين بيقول الناتجين من تكسير الجزائعات العضوية أنت جوة جسمك جزائعات العضوية بتتكسر لما بتتكسر إيه اللي بيحصل؟ بينتج معني التكسير ده مياه وسينوكس، إيكسر الكاربون الجسم مش محتاجهم فبتبقى فضلات فالجسم ايه؟ بيتخلص منها عن طريق ايه؟ عن طريق الأغشيات البلازمية وحاجة كمان اسمها الفضلات الناتروجينية من اسمها كده فضلات نتروجينية يعني فضلات جسمك مش عايزها حاجات زي ده جسمك مش عايزها وفيها ناتروجين طيب دي ناتجة من ناتجة من تكسير البروتينات يبقى انت كلت حاجة فابروتين هيحصل ان جسمك هيكسر البروتينات دي هينتوا عنها ايه فضلات ناتروجينية فضلات ناتروجينية زي مين زي النشادر وزي اليوريا وزي حمد اليوريك اللي هو حمد البوليك تمام تمام طيب فيه بقى حاجات ما اقدرش اقول عليها ان هي اخرج بالمعنى العلمي ليه لان هي لا تنفز من خلال الاغشية البلازمية ايه بقى الحاجات اللي هي بخرجها من جسم ولكن لا تنفز من خلال الاغشية البلازمية اول حاجة بيقول الطعام الغير مهدوم اللي هو التبرز اللي هو البراز ده ما بيخرجش من الاغشية البلازمية ده اصلا طعام غير مهدوم يعني اكل انت كلته بس ما تضمش فجسمك امتص المياه منه وخرجه على هيئة براز فهيجي لك سؤالي هنا يقول لك علي لا تعتبر عملية التبرز عملية اخراج بالمعنى العلمي فهتقول لانه يخرج من الجسم دون ان ينفذ من الاغشية البلازمية للخلايا تمام ده بس اللغة البراس بس لا في حاجة كمان برضو اللي هو النيتروجين في الهواء الجوي النيتروجين في الهواء الجوي اللي احنا بنتنفسه واحنا مصر بتنفس نيتروجين اه بس ما بيدخلش جسمك ازاي اه النيتروجين طبعا احنا عارفين ان اكبر نسبة غاز تقريبا موجودة في الغلاف الجوي اللي هي النيتروجين تمانية وسبعين فلماتت قريبا فبالتالي نسبة كبيرة فانت جما بتيجي تتنفس الاكسجين النيتروجين بيخش مع الاكسجين ولكن بيجي عند الرئتين ويقف ما بيدخشش الرئتين مني اللي بيدخل الاكسجين و النيتروجين يفضل واقف برا الرئتين لحد ما تيجي تطلع حضرتك في الزفير سينو الاكسجacher Turkish smackubn فيطلع ايه فيطلع معه فالنيتروجين في الهواء الجوي للانسان بيتنفس ايه الانسان الانسان بيتنفس اكسوجين. ولكن الناتروجين بيدخل مع الاكسوجين عند الرقتين. ولكن الرقتين بتمتص مين? بتمتص النايق بتمتص الاكسوجين بس. فقدر اقول هنا ان التخلص من الناتروجين اللي موجود في الجسم اللي بيدخل مع الهواء الجو ده. ليه لا يعتبر اخراجا? هقول له ايه? لانه يخرج من الجسم او الجسم اصل او يعني الناتروجين بيخش ويخرج من الجسم من غير ما من غير ما يعبر الخلايا البلازمية. من غير ما يعبر الاشياء البلزمية طيب دلوقتي بقى احنا عندنا حاجة اسمها الفضلات الناتروجينية الفضلات الناتروجينية ليه الفضلات اللي فيها نتروجين الكائنات بتتخلص من الفضلات الناتروجينية بطرق مختلفة اني كائنات الكائنات الفقرية طيب الكائنات الفقرية يعني كائنات فقرية كائناة بتتخلص او بتحتوي بتمتلك عمود فقاري طيب ده بيعتمد على ايه الكائنات الفقرية بتعتمد في طريق في طريقتها على التخلص من الفضلات النيتروجينية على حسب البيئة اللي هي فيها فمثلا الحيوانات المائية اللي بتعيش في المية زي السمك والبلتي وكلب السمك وحاجات زي كده بيتخرج الفضلات النيتروجينية في سورة ايه؟ في سورة نشادر علل هقولك تتخلص الحيوانات المائية من الفضلات النيتروجينية في سورة نشادر علل هتقول ايه؟ لسرعة ذوبانه في الماء طب البرمائيات والساديات بتتخلص منه في سورة بولينة اللي هو البول يبقى حضرتك الانسان اللي هو يعتبر من الساديات بيتخلص من المية او بيتخلص من الفضلات الناتروجينية في صورة ايه بولينة يبقى حضرتك البول بتاعك بقى في ايه بقى فيه مثلا بروتين بقى دايب في ايه موجود فيه مركبات بروتينية طيب بالنسبة للحشرات والزواحف والطيور دول بتخرج بقولك ايه تخرج حمد البوليك وهو مركب غير قابل للزوبان يعني يبقى الحشرات زي الدبان زي النموس زي الدبابير زي النحل الحجات الحشرات دي كلها والزواحف الزواحف زي البورس مثلا زي السحلية زي الحاجات دي كلها وزي الطيور زي العصفورة الحاجات دي كلها بتطلع ده في صورة ايه في صورة حمد بوليك حمد البوليك ده وبقول لهم مركب غير قابل للزوبان ويخرج في صور ايه بلورات البلورات دي بتبقى حاجات صغيرة بتكون ايه بتكون بتكون المواد الكبيرة فبالتالي حضرتك لو انت عندك سلك قديم موجود عليه نقط صغيرة سوى ده كده فدي الفضلات بتاعت مين? دي الفضلات بتاعة الزباب. آآ ويزبع على كده كل حاجة. يعني اي حاجة برضو لو انت عندك برس او عندك عيش براس او عندك عيش سحالي. ليت في حاجات صغيرة كده. الحاجات الصغيرة دي بتبقى عبارة ايه? بتبقى عبارة عن فضلات الكائن اللي هو بيزحب ده. طيب ايه بقى هي? وظائف الاعضاء الاخراجية في اجسام الحيوانات الرقائية. ايه وايه هي الوظيفة بتاعتها. عندي وظيفتين. التخلص من المواد التالفة وكذلك المواد السامة. يبقى عشان اقدر اقول عليك عضو اخراج اول حاجة لازم انك تخلصني من المواد التالفة المواد البيضة. وتاني حاجة المواد الضرة. دي اول شرط. طب ايه تاني شرط? تاني حاجة بيقول لي تنظيم محتويات الجسم من الماء والاملاح. في في نسبة معينة من الماء اللازم تبقى موجودة في جسمك. ما ينفعش لا تزيد ولا تقل. لو زادت او ده يضرك. وبرضو نسبة معينة من املاح ما ينفعش لا تزيد ولا تقل. يبقى انا كده عشان اقدر اقول على عضو الاخراج ان عضو الاخراج لازم يتوفر فيه اشهرتين دول. فعشان كده لو اجالك مثلا بيقول لك والله لا تعتبر المعدة من عضو من عضاء الاخراج فهتقول له اهتين في الاتنين. هتقول له ايه? هتقول له انها لا تعمل على ايه? على تنظيم محتويات الجسم من الماء والاملاح. وانها لا تخلص الجسم من المواد التاليفة والمواد ايه? والمواد السمة. تمام كده? تمام. عندي كم عضو اخراج? عندي اربع اعضاء بيخرجوا لي الحاجات الفضلات من الجسم. اول حاجة الجلد والرقتين والكبد والكليتين. هنتكلم عنهم بالتفصيل. فنتنتنقل بقى للنقطة اللي بعد كده ايه ايه هي الفضلات اللي بتخرجها كل عضو من دول? يعني هل كل الاربع دول بيخرجوا لي حاجة واحدة? ولا كل واحد بيخرج لي حاجة مختلفة عن التاني? هنشوف الكلام ده. اول حاجة عندي الرقتين والله بيقول لي ان الرقتين المواد الاخراجية بتاعتها اللي هي الفضلات بتاعتها ايه? الرقتين بيخرج منها ساني اكسيد الكربون والمية والمحتويات المتطيرة من التوابل. ايبه تاني خد لبالك ايه اللي بيخرج من الرقتين ساني اكسيد الكربون والمية والمحتويات المتطيرة من? من التوابل. طيب الكبد الكبد بيعني الكبد بيحول للمواد السمة لمواد ايه? لمواد غير سمة. ازاي? الكبد بيتخلص من المواد السمة في الجسم. ازاي برد بقول اللي حيستو تتحول المواد السمة بواسطة ايا منهم الكليتين او الكبد الى صور غير سمة او غير ذاتية او غير غير زائبة. ازاي الكلام ده? يعني انت حضرت كالت حاجة هتضر الجسم. فبتروح يا اما عالكبد يا اما عالرقاتين الكبد بيحولها من صورة سمة الى صورة غير سمة طب لو هو مش هيعرف ان هو يخليها حاجة غير سمة هيحطها كده بجدار هيخليها ايه? هيخليها في صورة غير زائبة تقدر انك تخرجها في عملية التبرز او في عملية البول. تمام? يبقى الكبد بيحول المواد السمة الكبد والكليتين بيحولوا المواد السمة من مواد سمة الى مواد غير سمة. طيب الكليتين بقى ايه الفضلات اللي بتخرج من الكليتين? عد معابش. ورها قوالها مكتبة معاسة كل. الماء والاملاح والفضلات نيتروجينية والتوابل. يبقى انت عندك كده التوابل موجودة فين? موجودة? في الكليتين والرقتين ايه الحاجة المشتركة بين الرقتين والكليتين هتقول لي ايه التوابل المحتويات المتطيرة بينها التوابل وتخرج من الرقتين والتوابل بتخرج من تخرج من الكليتين وبرضو مشترك بين الرقتين والكليتين من الماء ان ده بيخرج منها الماء على هيئة بخار في في الرقتين وبيخرج منها على هيئة على هيئة ايه على في صورة سائلة من الكليتين طيب بالنسبة للجلد الجلد بيخرج منه ايه عد معايا ماء واملاح وبرضو فضلات ايه؟ فضلات نيتروجينية ولكن بنسب صغيرة يبقى ايه وجه الشبه بين الجلد والكلتين هتقول لي مين؟ هتقول لي الفضلات النيتروجينية تمام كده؟ تمام نبدأ كده بقى بالجلد والله بيقول لي ان ايه هو اطول عضو في الجسم؟ الجلد علل ليه؟ هقوله لانه يحيط بالجسم كله واطرافه من الخارج كل حتة في جسمك فيها جلد باشا لو ما عندهش جلد كده عضاك هيبقى كل حتة كل عضو في ناحية تمام تمام باجي لك سؤالة agradeك علل يعد الجلد اكبر لأعضاء الجسم هتقول لي الاجابة لانه يحيط بالجسم كله واطرافه من الخارج طب الجلد بيكون من كم طبقة؟ بيكون من اتنين رئيسيتين من اتنين رئيسيتين من ايه؟ من طبقتين رئيسيتين او رئيسيتين طيب هما طبقتين دول بقول لهم طبقت البشرة وطبقت الادمة طيب نبدأ بالبشرة البشرة بتكون من حاجات اصغر من طبقتين اصغر بنقسمها لطبقتين اللي هي الطبقة السطحية والطبقة مين الداخلية يبقى انت حضرتك ادك منبرة كده اسمها طبقة مين البشرة ما عليش عايزنا ايه اذا اردنا الدقة هتبقى ايه الطبقة السطحية من البشرة طيب بالنسبة للأدماء الأدماء اللي هي الطبقة اللي تحت البشرة على طول وتبقى فيها بقى كم حاجة عد معايا باشا دي بتحتوي على ايه بتحتوي على الغدد العراقية والدهنية بصيلات الشعر وعضلة الشعر وعضلة الشعر النهايات العصبية الحسية والأوعية الدموية والخلايا الدهنية يبقى اختبأة الأدمة دي فيها كل دول يعني يعتبر من أهم طاقة مين أهم بقى البشرة للأدمة الأدمة أهم من الأدمة أهم من البشرة ليه؟ هقوله الله لأن الدفاع غدد عرقية ودهنية وتاني حاجة فيها بصيلات الشعر يعني الشعر وقف فيها جدر الشعر موجود فيها تالت حاجة فيها نهايات عصبية حسية اللي هو الحاجات مثلا لما حد مثلا بيمسك إيدك او حد مثلا لمست اي حاجة سخنة او بردة المراكز الاحساس دي موجودة فين موجودة برضو في الادمة والي هي النهايات العصبية الحسية والاوعية الدموية الدم اللي بيغزي خلايا ايدك او خلايا الجلد برضو موجود في طبقة الادمة وبرضو الخلايا الدهنية اللي موجودة طيب ازاي بقى الجلد بيلزق في الجسم بيلزق الجلد بيلزق في الجسم عن طريق ايه عن طريق طبقة دهنية موجودة اسفل الادمة يبقى الادمة في تحتها ايه طبقة طبقة ايه طبقة دهنية موجود فوقها الادمة وفوق الادمة البشرة والبشرة بتتكون من طبقة سطحية وطبقة ايه طبقة داخلية طيب ده كده رسم توضيحي وبص معي لو انت بصيت تحت كده معي على اليمين هتلاقي في حاجة حمر وحاجة زرق دي او عيدة موية او عيدة موية بتغزي الخلايا ولو انت خدت بالك اول حاجة من تحت على الشمال دي اللي هي طبقة دهنية بعد كده اطلع بقى معايا كده بص معايا كده على اليمين هتلاقي ان دي كلها الحتة الزرق دي كلها دي كلها طبقة الادمة شايفها بص بقى كده على محتاج طبقة الادمة فاول حاجة هتلاقيها اللي هي اخر حاجة من تحت موجودة في الادمة اللي هي بصيلة شعر اللي هو الحتة التخينة دي في الشعرين من تحت دي اسمها بصيلة مين الشعر فبصيلة الشعر اللي هو يعتبر جزر الشعرة طيب اللي فوقها تطلع كده فوقها شوية هتلاقي غضة عرقية هي ايه الغضة العرقية دي شايف البتاع اللي نزل ملوليوة دي وعملها زي التعبن اللي هي على الشمال دي اللي هي لونه أوروجواني دي اللي هي الغضة العرقية وكده كده هتشوفها فوق الغضة العرقية هتلاقي عضلة الشعرة اللي بتاع الحمرة دي اللي طلعها جنب الشعرة دي عضلة الشعرة اللي بتحركها هتطلع فوقها شوية هتلاقي الغدة الدهنية شايف كده في حاجة نزلة بثلاث فروع كده فيها ثلاث فروع الولازقة في الشعر دي اللي هي مين؟ غدة دهنية الغدة الدهنية دي طبعا مهمة جدا جدا وهناعرف ليه؟ طبعا كل المحتوى دي هناعرف أهميتها إيه وبتعمل إيه؟ وموجودة فين؟ بعد كده فوق الغدة الدهنية هتلاقي القناة العرقية القناة العرقية دي اللي هي القناة يعني القناة بيبقى قنبوبة صغيرة عاملة زي شفاطة كده بيخرج منها العرق دي القناة العرقية فوقها بقى هتلاقي مسام العرق مسام دي كلمة معناها فتحات في اللغة العربية مسام معناها ايه فتحات ضيقة دي اللي هي المسام مسام العرق اللي هتلاقي بره كده في طبقة مين في طبقة تقريبا في طبقة الادمة او لا عفوا موجودة في طبقة البشرة فوق مسام العرق هتلاقي مين هتلاقي سطح الجلد بره بقى هتلاقي الشعراية وقادي الحاجات اللي موجودة برضو في الأدمة اللي هي الحاجات اللي هي الخضرة دي دي اللي هي النهايات أعصاب اللمس لما انت بتلمس حاجة تقدر انك تشعر بيها لما تحس بيها مين تحس بيها النهايات أعصاب الحس الشكل ده شكل توضيحي ولكن طبعا كل حاجة هنعرضها وهتبان معانا أوضح ولكن لازم تعرف ان الجلد بيكون من كم طبقة اتنين طبقة البشرة وطبقة الأدمة طبقة البشرة بتتكون من طبقة سطحية وطبقة داخلية برضو هنعرف برضو تفاصيل الاتنين دلوقتي طب وتاني طبقة اللي هي الأدمة طبقة الأدمة بتحتوي على حاجات كتير بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على بصيلة الشعر وغدة عراقية وعضلة الشعر وغدة دهنية والقناة العراقية وحاجات كتيرة ونهايات العصبية الحسية وحاجات زي كده فهنبدأ دلوقتي بالجلد اول حاجة بالجلد اللي هي الإبيديرمس اللي هي طبقة البشرة وزي ما قلنا ان طبقة البشرة بتتكون منين بتتكون من عدة طبقات من خلايا طلاقية يبقى ايه نوع الخلايا اللي موجودة في طبقة البشرة هتقول لي خلايا مين خلايا طلاقية تمام تمام هنبدأ بالطبقة السطحية بتتكون من ايه والحاجة اللي بتتكون دي بتيجي منين وازاي هي بتتجدد بقول له الله ان طبقة البشرة الخارجية دي او اللي هو طبقة البشرة اللي هي الطبقة السطحية للبشرة بقول لي تتكون من خلايا غير حية يعني بتتكون من خلايا غير حية ميتة طب جت منين بقى تتكون من خلايا غير حية مملوقة الخلايا دي بتبقى مجوفة مليانة ايه مليانة بمادة قرانية المادة القرانية دي تسمى ايه الكيراتين يبقى الكيراتين دي مادة موجودة فين موجودة في الخلايا السطحية للبشر يبقى الخلايا السطحية تتكون من ايه تتكون من خلايا غير حية مملوقة بمادة قرانية تسمى الكيراتين تعمل على حماية الجلد من غزو النايكروبات يبقى انت مثلا لو فيه مايكروبات او فيه مثلا جرسيم او فيه بكتيريا عايزة تختار الجلدك مين خط الدفاع الاول قدامها بيبقى طبقة سطحية للبشرة طيب علل هقولك ايه فهقولك للبشرة او للجلد دور مناعي ايه دور المناعي للجلد هتقوله والله لان الجلد طبقة السطحية للبشرة تحتوي على مدة الكيراتين التي تعمل على حماية الجلد من غزو الميكروبات يبقى كده للجلد دور مناعي طيب معلش بقى الخلايا الغير حية دي بتيجي منين بيقول لي تنشأ عن هجرة خلايا الطبقة الداخلية للبشرة والتي تتولى تكونها الى السطح الخارجي ثم تموت يعني ايه اللي بيحصل الخلايا اللي هي فوق ميتة دي بتتكون جوه في الطبقة الداخلية الاول بعد كها تطلع فوق فايه فتموت طيب الخلايا اللي هي الخلايا الميتة اللي هي خلايا السطحية دي مالها بتتجدد ازاي بيقول لي بتتجدد باستمرار وتعود طب هي ليه اصلا هي ليه هتتجدد يعني هي اصلا ميتة اه لان انت لما بتيجي مثلا تمسح وشك في خلايا ميتة انت بيحصل احتكاج بين جسمك و الفوطة فبالتالي الحكة دي بتموت مجموعة من الخلايا فانت بتحتاج ان حد يعودها لك فهتعود من اين هتتعود باستمرار ازاي هتعود من الطبقة الداخلية يبقى احنا عارفنا بتتكون من ايه بتتكون من خلايا جرحية في اهمية دا كارانيا اسمها الكيراتين ايه اهمية الكيراتين بتعمل على حماية الجلد من الجزء والمكروبات وبتنشأ فين قلنا بتنشأ من هجرة من هجرة خلايا طبقة داخلية للبشرة يبقى هي بتتكون فيه بتتكون فيه طبقة الخلايا الداخلية او بتتكون فيه الطبقة الداخلية للجلد طيب بالنسبة بقى ليه الطبقة التانية من البشرة اللي هي الطبقة الداخلية دي بتتكون من ايه دي بتتكون من خلايا حية يبقى دي كده نقطة خلاف بين الطبقة دي وطبقة مين? وطبقة السطحية. السطحية كانت بتكون من طبقة غيئة من خلايا غير حية. فيها مادة قرانية اسمها الكيراتين. طيب الخلايا الحية بقى اللي موجودة في الطبقة الداخلية. بيقول لي ايه? بيقول لي تتكون من خلايا حية. طيب ايه وظيفة الخلايا دي? بيقول لي تعود الطبقة السطحية. اللي هي القرانية بالتجديد المستمر. يعني الطبقة دي اللي هو طبقة داخلية او الوظيفة اللي هي ان هي بتجدد الطبقة السطحية باستمرار. كل ما الخلايا تموت كل ما احصل احتكاك وخلايا تقع بيتعوضها بالايه؟ تعوضها بخلايا تانية. طيب عند القعدة الطبقة دي فيها خلايا صبغية يعني ايه خلايا صبغية؟ خلايا بتفرز حاجة لها لون بتفرز صبغة. خلايا تفرز ايه؟ صبغة دي اسمها خلايا ايه؟ خلايا صبغية طيب الخلايا دي بتفرز ايه؟ بتفرز حبيبات الميلانين. حبيبات الميلانين دي هي اللي بتخلي لونك مميز. طيب بتخلي لونك مميز ازاي? هقول لك انا. الجلد لونه ايه? اما ابيض اما اصمر اما امحاوي. اما مثلا احمر. حاج كتير يعني عمتا. طيب ده السبب ايه? ده السبب اختلاف نسبة الميلانين عند الجميع. بقى كل واحد تبقى موجود عنده نسبة ميلانين معينة في جلده. فبالتالي ايه? بيختلف لونه. بيختلف لونه برضو على حسب ايه? على حسب الجينات. يعني بيقول الموضوع برضو شغل جينات كتير. عشان كده يعني الواحد آآ ممكن يكون عنده نسبة ميلانين مش قليلة بس برضو لونه يبقى مختلف شوية عن اللي بعده. يبقى ايه اللي بيكسب الجلد لونه? هتقول لحبيبات الميلانين التي تفرز من الخلاس بغير لموجودة في قاعدة. قاعدات مين? الطبقة الداخلية. ده بالنسبة لمن? ده بالنسبة للطبقة السطحية. نخش بعد كده بقى على الطبقة آآ على الطبقة التانية اللي هي طبقة مين? طبقة الأدمة. زي ما قلنا الحاجات اللي بتكون منها الأدمة فاحنا نخش على طول ليه على الغدد العرقية. الغدد العرقية يعني غدة عرقية اصلا. التعريف الغدد العرقية بيقول لي هي الوحدة الوظيفية للإخراج في الجلد. يبقى مين اللي بيخلي الجلد يعرق? يعني ايه اللي مخلي الجلد ده عضو معضاء الإخراج هي مين? هي الغدد العرقية. مين بيكون بوظيفة الإخراج في الجلد الغدد العرقية? بقى الغدد العرقية هي الوحدة الوظيفية للإخراج من في الجلد تتركب من ايه؟ اول حاجة تعالى نبدأ من تحت اول حاجة غضة عركية دي اللي هو كشكل عام تتكون من القناة العركية اللي هي اللي موجودة بين القعدة والمسام العرقي والحتة اللي فوق اللي هي فتحة القناة العركية في الجلد اسمها ايه؟ اسمها مسام العرق تتركب من ايه؟ بيقول لي هي عبارة عن انبوبة رفيعة تلتف على نفسها تفتح عند سطح الجلد في طبقة البشرة بفتحاته اسمها مسام العرق العرق طيب احنا كده عرفنا المسام العرق الفتحة دي موجودة فيه موجودة في طوقات مين البشر وهي القانون العرقية كلها عبارة اصلا عبارة عن ايه عبارة عن ايه عبارة عن انبوبة رفيعة تلتف حول ايه حول نفسها طيب وظيفتها بيقوله والله تستخلص الغدة العرقية العرق طيب الايه العرق ده بيقى عبارة عن ايه اصلا هو المياه ده فيه عرق بيبقى عرق مالح العرق بتاعك لو حد ده عرق قبل كده واللعرق قبلغلط بتحس كده اللي هو ايه اللي هو مالح يعني حد حط مية وملح فالعرق ده بيقى عبارة عن ايه? بيقى عبارة عن مية وملح وفيه نسبة صغيرة من الفضرات الناتروجينية عشان كده ان العرق بيبقى ريحته ايه بيبقى ليه ريحة وحشة ليه بسبب وجود الفضرات الناتروجينية دي يبقى ايه الحاجة الأساسية اللي بتعمل الغدة العرقية على انها تستخلصها الماء والاملاح. الماء مين? الماء والاملاح. طيب واصلا ايه الهدف من ده? يعني ايه الهدف من العرق? العرق ده بيقلل حرارة الجسم. يعني انت بس لما جسمك يسخن. جسمك عايز يبرد نفسه. بيعمل ايه? بيفرز العرق. بيفرز ماء. يعني بيتخلص من الاملاح وحاجات تانية كتير. طيب. اه كده احنا عرفنا الغضة العرقية بتتكون من ايه? والاسئلة اللي بتجي عليها والحاجات دي كلها. طيب امتى اعرق? يعني امتى باعرق? وامتى باعرق قوي? وامتى باعرقش قوي? والحاجات دي كلها. اول حاجة احنا نتكلم عنها معدل العرق. بيزداد امتى? وبيقل لامتى? وامتى بيبقى زي ما هو. اول حاجة بيزيد في حالة ارتفاع درجة حرارة الجو. يعني ايه? يعني في الحر. طيب انت في الحر كده? ايه اللي بيحصل? انت كده طالما درجة حرارة الجو عالية. انت هتعرق. معدل العرق بتاعك هيزيد. طيب ده هيأثر على الغدى العرقية ازاي. يعني ايه اللي هيحصل للغدى العرقية? تعالوا نشوفها باشا. اول حاجة اه وزلك قولك ارتفاع درجة حرارة الجو وزلك الاتساع الشعارات الدموية وتنشيط الغدى العرقية. اول حاجة هتأثر ارتفاع درجة الحرارة هيزاد العرق. ماشي. وده هيخلي الشعارات الدموية تعمل ايه? تتسع. طيب هي ليه هتتسع هتتسع عشان تنشط الغدد العرقية طب وبعد ما نشطت الغدد العرقية وبعد ما هي اتسعت هتعمل ايه هتعمل على استخلاص الماء والاملاح الزائد عن حاجة الجسم يعني انت جسمك فيه ميا وملح زايدين عن حاجة الجسم الغدد العرقية بتعمل ايه يبقى تالي الحتة دي تاني تالي ولازم نركز اه نركز في ايه ايه هي الحاجة اللي بتعمل الغدد العرقية على ان هي تخلص الدم منها يعني بتعمل على تنقية الدم بتنقى ايه في الدم تعمل على استخلاص الماء والاملاح الزائد عن حاجة مين الجسم وايه ونسبة صغيرة من الفضلات النيتروجينية لترضاها في صورة ايه عرق يبقى انت العرق ايه مكونات العرق مية وبلح وبعض الفضلات النيتروجينية طيب لما انت بتروح الجيم او انك تبزل مثلا مجهود انت مش بيعود انك تبزله انت برضو بتعرق طيب اه ايه اللي بيحصل برضو اللي بيحصل برضو ان بتتسع الشعيرات الدموية وبتنشط الغدد العرقية ليه ليه بتنشط قولنا حتى تستخلص الماء والاملاح الزائد عن حاجة الجسم والنسبة صغيرة من الفضلات النيتروجينية يبقى مين اللي بيخرج فضلات النيتروجينية بشكل اكبر الكليتين طيب اه يبقى تاني برضو قولنا ايه اللي بيزود الغدد العرقية قولنا ارتفاع درجة حرارة الجو وتاني حاجة القيام بقى انشطة ايه رياضية او اي حاجة شبهة او مجهود انت مش متعود ايه تعمله يبقى هنا بقى نقدر نقول حاجة تتناسب درجة ايه تتناسب كمية العرق تناسبا طرديا مع درجة الحرارة يعني كلما درجة الحرارة تزيد كلما ايه كلما كمية العرق تزيد وبرضو كلما انت تبزل نشاط كتير كلما كمية العرق ايه برضو ايه تزيد فبرضو بيقول القيام بقى انشطة رياضية حيث تسبب وهكذا وبقيت الايه التكملة طيب امتى العرق بيقل والله بيقل لما درجة حرارة الجو بتنخفض يعني تنخفض يعني توصل تبقى قريبة من الصفر يبقى انت في الشتاء ايه اللي بيحصل كمية العرق بتاعتك بتقل فايه اللي بيحصل ليه شعارات الدموية شعارات الدموية بتنكمش وبي ايه طب ليه بتنكمش بتنكمش لان اصلا حركة الدم بتبقى ضعيفة فبالتالي ايه فبالتالي هي مش محتاجة ان هي تبزل نشاط كبير علشان يعني ان هي تستخلص المأول لما لاحظ زائد ايه زائد عن الجسم طيب هل ده معناه ان انا كده معرقش في الشتاء لا برضو هتعرق ولكن هتبقى ايه بنسب صغيرة صغيرة ليه لان الاستمرار ووصول الدم للايه لشعارات الدموية اللي بتغزي الخلايا دي اللي بتغزي غلايا الجلد فبالتالي برضو ايه بتعمل على تنقيتها من الماء والاملاح الزائد طيب انا بقى سؤال يعني هو سؤال نظافة هو لازم ان انا استحمى اه لازم تستحمى ليه لازم استحمى مستر علشان دلوقتي العرق ده لما بيتراكم على جلدك ده بيسبب ان مسام العرق دي تتسد فبالتالي انت مش تعرف تعرق فبالتالي كونك انك مش تعرق ده ده مصيبة للجسم انت ممكن يعني المسام دي هقولك بس ايه اللي هيحصل هيجيلك امراض وحشة وهتتقاصر الكثير من البكتيريا على الجلد طبعا بسبب انك ايه بسبب انك ما بتستحماش لان كده الوسط يبقى مناسب لتقاصر البكتيريا وبرضو عشان العرق ريحت وحشة فبالتالي لازم عشان كده ايه لازم عشان كده انك تستحمى يجيب ازالة العرق عشان حاجتين اه لازالة الايه الرائحة الكريهة او لتخلص من الرائحة الكريهة واتنى حاجة للحفاظ على ايه الحفاظ على مسامات مسامات العرق مفتوحة طيب بعد كده هنخش على الشعرة هي الشعرة دي بتتكاو من ايه وايه اهمية الحاجات اللي حواليها دي أول حاجة لازم تعرف إن الشعر دي من فوق واللي قلنا الحتة اللي تحت آخر حتة في الشعر دي اسمها بصيلة الشعر والحتة الحامرة دي اسمها عضلة الشعر واللي نزل منها 3 أفرع على جنب ولونها أبيض أو أصفر تقريبا دي دي غدى دهنية بيقول اللي إن الشعر دي تتكون من بصيلة البصيلة دي تحيط بها كثير من الشعرات الدموية يبقى أنت الشعر دي اللي بيغزيها الشعرات الدموية إلا حواليها بيقول يتصل بها عضلة العضلة تحركها إذا انقبضت يعني ماذا يحدث إذا انقبضت عدلة شعرة تقول ليه تتحرك يبقى أنت تتخيل إن كل عضلة عندك لها لكل شعرها عندك لها عضلة بتحركها سبحان الله طيب وإيه تاني بيقول يوجد حولها اللي هو قرب خروجها من الجلد غدة دهنية دي بقى أهم حاجة في الشعراء كلها قبل نهاية الشعرة كده وخروجها من الجلد فيه كده غدة دهنية الغدة الدهنية دي لها إيه بتفرز مادة المادة دي مادة دهنية المادة الدهنية دي بتعمل حضرتك بتعمل حاجتين تسهيل خروج الشعر من الجلد اكساب الشعر ليونة تمنع تقصفها يبقى مين اللي لو باز الشعر يجيلها جفاف الغدة الدهنية تاني الحتة دي عشان بيجي عليها سؤال مهم مين اللي لو باز في الشعر الشعر يحصل لها جفاف الغدة من الدهنية ليه عشان الغدة الدهنية بتفرز مادة دهنية بتعمل على حاجتين بتسهل خروج الشعراء من الجلد واكساب واكساب الشعراء ليونة. وآخر حاجة اللي هي النهايات العصبية الحسية. النهايات العصبية الحسية حطرتك بقى بتعمل ايه? يعني ايه وظيفتها? بتستجيب ليه الحاجات المختلفة اللي حوليك زي الضغط واللمس ودرجة الحرارة. يبقى احنا كده خلصنا الجلد وعرفنا ان الجلد ليه عضو اخراجي وعضو مناعي واعتبر برضو ليه دور في الاحساس. عضو اخراجي ليه? هقول له حيث يخلص الجسم من بعض المواد الاخراجية وعضو مناعي حيث يحمي الجسم من غزو الماكروبات. ده اللي مسئولنا عنه مين? طبقة مين? البشرة. يبقى اهمية طبقة البشرة ان هي دورها المناعي. لها دور ايه? مناعي. بسبب مد الكيراتين التي تمنع ايه? تمنع غزو البكتيريا. وليها دور مناع? آآ ده دور المناعي. كعضو اخراجي اللي عن طريق الغضة العراقية ودي الوحدة الوظيفية فين? الوحدة الوظيفية اللي موجودة في الجلد. فبالتالي مين بيقوم بالدور الاخراجي? ده اللي هو ايه? طبقة الادمة. طيب عضو الاحساس. عضو الاحساس ده قلنا آآ ده لوجود النهايات العصبية التي تستكيب للضغط والقلم ودرجة الحرارة. يبقى كده ليها دور في الاحساس وليها دور في المناع وليها دور في الاخراج. يبقى احنا النهاردة الحمد لله اتكلمنا وخلصنا درس الاول اللي هو درس الاخراج في الحيوان. وعرفنا عن ايه اخراج قلنا هو تخلص الجسم من العمليات الحيوية. وعرفنا عن ايه عمليات حيوية? آآ ليه الفضلات الزائدة عن حاجة ده الجسم ودي بتيجي من ايه? وايه بتخلص من ايه? وعرفنا اللي هو عضاء الاخراج اللي هم الاربعة. الرأتين والجلد والكليتين والكبد. وعرفنا وعرفنا طبعا الجلد بتتكون من طبقتين اساسيين. اللي هم ايه? اللي هم البشرة. آآ اللي هو البشرة ايوة. والادمة. وعرفنا البشرة بتتكون من ايه? عرفنا برضو ان البشرة بتتكون من طبقة سطحية وطبقة داخلية وان الطبقة السطحية لها دور مناعي وسيوجود مادة طبقة السطحية بتتكون من مادة غير حية مادة غير حية بايه بتملأ بمادة كيراتين ما لها مادة الكيراتين دي قولنا ان هي بتمنع غزو مين غزو المايكروبات وعرفنا برضو ان اهم حاجة فيه الطبقة الداخلية لطبقة البشرة ان هي ايه ان هي بتحتوي عند قواعدتها على خلايا صبغية بتفرز ايه بتفرز مادة الميلانين او صبغة الميلانين اللي هي بتخلي في لون ايه في لون للجلد وتكلمنا باستفاوضة عن كل شيء اتمنى تكونوا استفدتوا من الحصة دي وبازن الله نتقابل في حصص قادمة والنهاردة تكلمنا على العرق ما تنساش انك تستحمى لان انت لو استحميت للأسف هجيلك امراض وهتقرف الناس اللي حوالي فمش نقص اعرف ففي النهاية اتمنى انك تكون عرفت الفرق بين البيبي ولو معرفتش يبان انت كده مستفدتش من الحصة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته